اهلا بحضرتكم بالتأكيد امر غريب لو عرفت ان ممكن لون عينيك بيخبرك باحتمالية اصابتك بمرض خطير ممكن تعرف احتمالية الاصابة بهذا المرض الخطير من لون العينيات الاغرب ان هناك ابحاث علمية بتعزز هذه النظرية في احدث الابحاث شرع العلماء في تحديد اذا كانت الجينات المعددة اللون بتنظم صحة الشبكية بشكل مستقل عن دورها في تكوين لون العيون المخاطر الصحية المرتبطة بلون العيون بتعد مجال اهتمام الحقيقة في المجتمع العلمي لكن الكثير من النتائج التي تم التواصل اليها حتى الان لم تكن حاسمة بشكل كبير بتشير النتائج الاخيرة التي توصل اليها العلماء الى ان الجينات هي محدد حاسن لصحة الشبكية وغيرها من الامراض العصبية وتشير النتائج ايضا الى ان الجينات لون العين الشخص بيمكن ان تكون مكونا مهما لصحة شبكية العين بتتكون مسارات التمثيل الغذائي من سلسلة من التفاعلات الكيميائية التحاوية في الخلايا اللي بتحول مكون البداية الى منتجات اخرى بترتبط العديد ايضا من الامراض التي تصيب الانسان بما في ذلك طبعا امراض الشبكية او غيرها من الامراض اللي يمكن ان تصيب العيون بيعرف العلماء الان ان اربع جينات معروفة بالتحكم فيه لون العيون هي ضرورية جدا لصحة انسجة الشبكية كان في بحث سابق الحقيقة وجد العلماء ان الاشخاص دوي العيون الفاتحة او اللون الفاتح لديهم مخاطر اقل من الاصابة او عفوا الاشخاص اصحاب العيون الداكنة او اللون المتوسط هما لأقل اصابة بالامراض خصوصا بالتناكس البقعي والمرتبط بالعمر عن الاشخاص اللي يلون العيون فاتحة ده سبب رئيسي الحقيقة للعمر لدى كبار السن يعني الاشخاص اصحاب اللون العيون الفاتحة هما اكثر ارضة للاصابة بالتناكس البقعي عن الاشخاص اصحاب العيون الداكنة وزي ما قلنا ده اللي بيؤدي في النهاية لالعمى لدى كبار السن وهذا وفقا لأحدث الدراسات لكن زي ما قلت لحضراتكم لم يتم حسم هذا الامر بشكل كبير حتى الان ويعني هذه كلها تعد دراسات في النهاية لكن لم يتم حسم الامر وايضا اشارت دراسات سابقة لان اللون العين الفاتح زي ما قلنا بتؤكد هذه الدراسات بتزيد من مخاطر الاصابة بالتناكس البقعي والمرتبط بالعمر واللي بيؤدي فيه انهاية للعمى عن الاشخاص اصحاب العيون لون العيون الداكنة خلينا نقول انه لاحظ مؤلفه الدراسة ان المشاركين دوي لون العين الفاتح عندهم مخاطر كانت مضاعفة للاصابة بهذا المرض القطير واللي هو مرتبط بالعمى واللي بيجي مع تقدم العمر عن الاشخاص الذين لديهم عيون ذات الوان ذاكنة او متوسطة في مجموعة من الابحاث سنة 2011 هذه المجموعة كان لديهم مزيجا من العيون الزرقاء والبطرة الفاتحة المجموعة دي الحقيقة ده وفقا لنتاج الدراسات اللي تم نشرها في 2011 هذه المجموعة كانت اكثر عرضة للاصابة بمرض السكري عن النوع الاول وجد كمان ان نظرائي من اصحاب العيون البنية هما كانوا اقل عرضة للاصابة بفقدان السمعة في البيئات الساخنة هي عادة بترتبط مشكلات كمان اخرى زي مثلا الاعتماد على المشروبات الكحلية بترتبط هذه المشاكل الاخرى بالاصابة بهذه الامراض الفطيرة زي ما قلنا كمان بكثرة على المشروبات الكحلية وكمان من الامراض اللي بترتبط بها سواء بنكلم عن لون العين الفاتح او المشروبات الكحلية بكثرة هي كمان بطانة الرحم وايضا اتام في عدسة العين بالتغيرات اللي بتحصل زي ما قلت لحضراتكم هي دراسات تم اجراؤها الحقيقة في اكثر من جهة وكانت في دراسة اللي كانت بتؤكد هذا الامر في 2011 لكن لم يتم حصل الامر حتى الان بنتمانة طبعا الامن والسلامة لكل حضراتكم ودمتم دائما في امن الله ورعاياته شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة